السلام عليكم. يارب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما. نعرض بإذن الله هعمل معاكم طريقة عمل دقة البتنجان المخلل بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة هنجيب الطوم بتاعنا وهنقشره معايا حوالي خمس فصوص كده كبار من الطوم. طبعا البتنجان احنا بنكون سلقينه. آآ وبعد كده بنبدأ ان احنا نحضر له مع بعض الخلطة دي عشان آآ بنحجي بيها. تمام? هنقشر الطوم آآ زي ما قلتلكو انا هستخدم حوالي آآ لو طوم كبير هيبقى خمس فصوص. لو آآ الطوم صغير هتستخدمي عشر فصوص. وطبعا ده بيرجع في الاخر على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. طبعا الفيديو بتاع البتنجان سلق البتنجان. هنزلولك فيديو كده مختص لوحده. انا حبيت ان انا اصر عليك المدة وعملك آآ كل خطوة في فيديو. عشان لو انت يا عايز خطوة معينة. خلاص كده بعد كده هنجيب الفلفل بتاعنا وهنخسله كويس. وهنبدأ نقطعه بالشكل ده كده. بعد كده هضيف الملح. طبعا الملح ببقى على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. طبعا برضو انا في مية آآ سلق البتنجان كنت ضيفة ملح. تمام كده وهنا ضيفت شوية من الكمون. هبدأ بقى ان انا افرمه ناعم لحد ما يبقى معايا ناعم جدا.